منعطف جديد يخوضه الجزائريون مع إصرار الرئيس الجزائري ونظامه الحاكم على البقاء في السلطة تارة بإجراء بعض الإصلاحات الهامشية وتارة أخرى بإجرائه بعض التغييرات الشكلية في نظامه وقد ذهب نظام بوتفليقة أبعد في استغلال انتفاضة الجزائريين السلمية بقراره تشكيل حكومة جديدة برئاسة نور الدين بدوي كلفت بتصريف الأعمال وذلك بعد أن أبلغت رئاسة الجمهورية عددا كبيرا من الوزراء بإنهاء مهامهم كإجراء تمهيدي لإعلان الحكومة الجديدة كذلك أعلنت وسائل إعلام رسمية في البلاد أن الرئيس بوتفليقة احتفظ بمنصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة وجاء في نيابته أحمد قايد صالح الحكومة الجديدة ضمت 27 وزيرا حيث تم الإبقاء على ستة أعضاء من الطاقم الحكومي السابق الذي كان يقوده أحمد أويحيا وفي هذه الحكومة استمرت بعض الوجوه المحسوبة على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعينت وجوه أخرى من نظامه واعتبرت هذه الخطوة من قبل الجزائريين استخفافا بمطالب الحراك الشعبي الذي يدعو إلى رحيل كل النظام وجاء الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد يوم واحد من بيان لقيادة الجيش جددت دعوة إلى رحيل بوتفليقة باعتباره المخرج الوحيد للأزمة في الإطار الدستوري كما أكد دعمه لمطالب الشارع بإرجاع السيادة له في تسيير المرحلة الانتقالية قرار بوتفليقة الجديد لقى معارضة شعبية كبيرة وزاد غضب الجزائريين الذين سارعوا للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على تشكيل الحكومة الجديدة ولتأكيد مطالبهم بضرورة رحيل كل وجوه النظام حكومة تصريف الأعمال الجديدة في الجزائر تزامن الإعلان عنها مع تسريبات تنقلتها بعض وسائل الإعلام تناولت إمكانية تقديم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته هذا الأسبوع نتيجة زيادة ضغوط الاحتجاجات الشعبية الحاشدة وضغوط الجيش لإنهاء حكمه المستمر منذ عشرين عاماً ويرى مراقبون أن خطوة تشكيل الحكومة التي ربما تفتح الطريقة أمام تطبيق المادة 102 التي تقضي بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية التنص المادة 104 من الدستور على أنه لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع الرئيس الجديد في مهامه ترجمة نانسي قنقر